خلينا في البركات الروحية في البركات الروحية للإضطهاد في نفس المقطع يا خنزار في اللي تكلمنا عن روميا 8 بتكلم على بركات سماوية بتنتظر مهما واجهنا من هذه التحديات التي لا تستطيع أن تفصلنا عن محبة المسيح فبنتظر ميراث الشركة مع يسوع نتمتع بالمجد نعلن أننا أبناء الله نمتع بالحرية والمجد إعلان بنوتنا وفداء أجسامنا كله من أعداد 17 لغاية أعداد 30 وصرنا مضعوين حسب قصد الله فدي كلها بركات روحية لا تقاس بأي بركة زمنية وإذا بدك توضحها باللغة العربية كيف نوضحها هذه البركات هذه البركات يا خنزار أنه أولا لو أنا اضطهت وما زلت أعيش فالصفات الداخلية اللي هي الفحمة السودة الهشة بتتحول إلى ماس زي ما الدهب ينقى بالنار عشان كده رب يسمح بالاضطهادات علشان ينقينه وطوبة لمن يحتمل التجربة وإحسبوه كل فرح يا إخوة حينما تقعون في تجربة متنوعة لأنه هو ينشئ صبر والصبر التزكية والتزكية رجاء والإيمان والإيمان لا يخيب كل هذه البركات الأرضي اللي أنا حصولها هو أنا في أرض الغربة لو الرب سمح أن حياتي تنتهي بالاضطهاد عندي حياة أبدية مضمونة على حساب الدم مش مضمونة على حساب عمل احتمالي لهذا الاضطهاد لكنه أساسا مضمونة من الأول طالما أنا قبلت الربيع طالما اعترف لساني بالرب يسوع وآمن قلبي بأن الله أقامه من أموات فأنا خلصت ومنذ تلك اللحظة كتب اسمي في سفر الحياة أنا الحياة للأرض اشتركوا في القناة